المؤامرة الكونية اللي كانت أمريكا وبريطانيا وفرنسا وكندا وألمانيا وتركيا وسعودية وقطر أبرز أركانة على سيادة الرئيس المقاوم والممانع خلصت وفشلت وطلع سيادته منتصر ومرفوع الرأس وبلش بعملية إعادة إعمار لسوريا اللي دمرتها المؤامرة بالصواريخ والبراميل اللي كانت عم تضربها على السوريين وعملية إعادة الإعمار بلشت بسنة 2014 مع افتتاح أول صراف آلي ATM يعني بمحافظة طرطوس وكان هالحدث العظيم بحضور ورعاية من المحافظ وقائد الشرطة وأمين فرع حزب البعث وبعض من المسؤولين طبعا ما فينا ببرنامج فلو أب إلا أنه مبارك لأهالي طرطوس هذا الصرح العظيم والفريد من نوعه هذا الحكي بالـ 2014 لكن محافظ إدلب وبسنة الـ 2022 سبق كل نظراءه بميليشيا أسد وكان الأقوى والأكثر فعالية وعم يدشن كل يوم شي جديد بالمناطق اللي بتسيطر عليها ميليشيا أسد بمناسبة ذكرى الثورة العظيمة ثورة ماني آزار اللي هي مو ثورتها طبعا دشن محافظ إدلب ثائر سلهب حنفية بقرية التح بريف المحافظة وطبعا هالتتشين كان بحضور الرفاق البعسيين وقادة الأفرع الأمنية بميليشيا أسد والموجودين بالمحافظة إنجازات محافظ إدلب ما وقفت على الحنفية مبارحة وبحضور محافظ إدلب وقادة الأفرع الأمنية الأشاوس تم افتتاح خزان كهرباء وآطع بمدينة خان شيخون اللي بتسيطر عليها ميليشيا أسد كثير من التعليقات اللي إجت على هالإنجاز وأول تعليق معنا من أنور اللي بيقول لقب جديد للسيد الرئيس بعد ألقاب الطبيب الأول والمعلم الأول والقاضي الأول الآن الكهربجي الأول أما فادي فعلق عقبال تنسفية الشارع وتعليق اللمبات بشكل منيح اللي حطوهن بس لا يصوروا طارق علق بكرة بيجي طيار إسرائيلي بيرخيلهم الهاوس أما عبدالله فعلق دربة قوية للمغتربين رامي قال والله لو ياسر العظمي كنا قلنا عم يصوروا مرايا ترجمة نانسي قنقر